أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام عيد مبارك سعيد كل عام وأنتم بألف خير عيد مبارك لكل الشعب الجزائري وعيد مبارك لكل الأمة العربية والإسلامية مشاهد تتكرر أيام بعد كل عيد في الجزائر أحياء وشوارع خالية على عروشها لمحلات مفتوحة ولا مطاعم ولا نقل ولا عمل ولا دراسة المتجول في أحياء العاصمة اليوم وغدا وربما حتى نهاية هذا الأسبوع يتخيل وكأنها في أجواء حرب وليست أجواء عيد وبهجة وفرح في كل عيد يتعهد المسؤولون بضمان الحد الأدنى من الخدمات لضمان سيرورة الحياة سيرورة حياة المواطن ولكن في كل مرة وفي كل عيد يجني المواطن من هذه الوعود لا يجني المواطن من هذه الوعود إلا السراب عطلة عيد الأضحى وعيد الفطر المبارك يوم أو يومين تقريبا على أقصى التقدير عند غالبية شعوب الإسلامية إلا في الجزائر فهي عطلة لمدة أسبوع في بعض الأحيان وتمتد إلى أكثر من أسبوع في أحيان كثيرة لماذا تتوقف الحياة أسبوع قبل العيد وبعدها وأسبوع بعد العيد في الجزائر لماذا لا نستطيع ضمان على الأقل سيرورة الحياة عادية في شوارعنا وفي شوارعنا في مدننا بالجزائر هذا ما سأناقشه اليوم مشاهدينا لكرام مع ضيفايا في الأستوديو يحضر معي سيد مراد عروج رأيس حيث بجزائر لرفاه قيد التأسيس مراد مرحبا بيك وعيدك مبارك شكرا ويحضر معي ممثل عيان اتحاد تجار بالعاصمة سيد سيد علي بكروش سيد سيد علي عيدك مبارك ومرحبا بيك شكرا عيدك مبارك كل عام تبخير شكرا لك سيد مراد عروج أبدأ بك النقاش تقريبا هذه الأجواء وهذه المشاهد المتكررة في كل عيد هذه الكلام وتكلمناه وعودناه يعني في كل مرة لماذا في كل مرة يعني نشاهد وكأنها يعني الشوارع خالية على عروشها بالعاصمة هذه نتكلم عن العاصمة فبالك بأحياء أخرى يعني لماذا في كل مرة تتكرر هذه المشاهد بسم الله الرحمن الرحيم شكرا لدي الدعوة الكريمة وسعيد بتوجدي معكم بداية أهني الشعب الجزائري عامة والمسلمين كذلك عبر كل أقطاع العالم وجاليتنا في الخارج بهذا العيد المبارك وإن شاء الله بيرجو علينا بالخير دون أن ننسى أن نعيد وأن نشكر في الحقيقة من لم يسعهم الحظ بحكم الواجب الذي يقومون به ويؤدونه تجاه وطنهم أنهم يعيدوا مع ولادهم ومع والديهم لا ننسى أفراد الجيش الشعب الوطني لا ننسى أفراد السلك الأمني لا ننسى كذلك الأطباء المرابطين في المستشفيات لا ننسى كذلك كثير من الجزائرين الذين يرابطون في مواقعهم حتى يضمنون استمرار الشأن العام في هذا البلد ويؤمنون هذا البلد ونحن نعيدون ونحن نضحي كذلك لابد أن لا ننسى الفقارة لا ننسى الفقارة والملاحظة التي لاحظناها وهي إيجابية قبل أن نتكلم عن الأشياء السلبية أن الحمد لله شعب الجزائري اليوم أصبح شعب يتكافل فيما بينه يعني الجزائري اليوم صبحوا يتعاونوا صبحوا يتكافلوا صبحوا يتضامنوا صبحوا لا ينسون الجار القريب ويننسوا كذلك الجار البعيد إذن هذه من الإيجابيات التي في شعبنا من السلبيات كذلك في شعبنا وفينا نحن ونحن من هذا الشعب أن هناك نقائص لابد أن نضع اليوم النقاط على هذه النقائص ونحاول في المستقبل أن نصححها وأن نتجاوزها ذكرتم إشكالية عدم وجود المحلات مفتوحة عدم وجود ما يحتاجه الإنسان اليوم في صعوبة أن الإنسان يصل إلى ما يحتاجه إليه في المحلات لكن كذلك هناك نقائصة أخرى وهناك سلبية أخرى يجب أن نشيء إليها هناك إشكالية النظافة الآن في الإحياء اليوم إشكاليتين واقعين فيهم بمناسبة هذا العيد هو غياب الأماكن التي توفر ما يحتاجه إليه الإنسان وكذلك غياب النظافة التي يعود السبب فيها إلى أولا إلى الشعب وليس إلى المواطن وليس إلى المصالح المكلفة بالنظافة لأنه في حين مثلا مروا في الوقت ودوا الأشياء لكن مباشرة دقائق بعدما مشاوا جاءوا مواضين وحضوخين عاودوا وحطوها هناك نقائصتين النقائصة الأولى هي إشكالية عدم توفر ما يحتاجه الإنسان والإشكالية الثانية هي إشكالية النظافة في الأحياء نعم سيد أليب كروش لماذا في كل مرة أنت ممثل عن اتحاد التجار لماذا في كل مرة وزار التجارة ووزراء التجارة المتعاقبين على هذه الوزارة في كل مرة يعيدون المواطن بإضمان سيرولة الحياة على الأقل وضمان أن تكون فيه محلات مفتوحة وأن المواطن يجد ما يحتاجه خلال أيام العيد ولكن في كل مرة نتابع في كل مرة نشاهد هذه المشاهد يعني لا حياتها تقريبا في العاصمة على الأقل في اليوم الثاني من الحيد شكرا سيدي سيدات والسادة المشاهدين السلام عليكم عيدكم مبارك لكل جزائريين والجزائريات والأمة الإسلامية سؤال عجبني ملاح سؤالك عجبني ملاح يعني نحن نبدأ مثلا من الاستقلال حتى للألفين وثلتاش ولا للألفين وربعتاش ونخرج القانون المدوبة قانون المدوبة كل شيء يمشي على ما يرام جميل ولكن المواطن إلى مصر الخير يعيط إلى مصر الشر يعيط يعني المواطن دماء عيط يعني دماء يشكي هي مامت المدومة المدومة تضمن حد الأذنى يعني ما التجار من الخدمة نحن باش يمولوا المواطن يعني احنا معروفين يعني جزائريين بالمرأة الجزائريات يقولين نفتخروا بها يعني طيب الخبز في الدار صحة ويعني ما نعيطوش على الخبز نحن الخبز الخبازين يعني كان في 2004 كانوا 1600 خباز في ولاية العاصمة. اليوم انقرضوا ريح 600 خباز. لماذا ينقرضوا الخبازين؟ يعني تولي لها مشارك. تولي ليد العاملة. يقولوا البزناسية اللي دخلوا في إطار تشغيل الشباب اللي جابوا مثلا الماتريال وبدأوا يفتحوا خبازين. هذه الحرفة صحاب الحرف. يعني بالحق نحترموهم ونعاونوهم ونقدروهم. خطش ما ينجيبش واحد آخر يكون في مكانهم. الخباز يكون تحت درجة تحت 50 درجة. كم عدد الخبازين في العاصمة؟ 600 خباز. 600 خباز. يعني والخبازين كانوا 1600 خباز. يعني دكتور رحل عند السد تجاري يقول لك مثلا كان 1200 خباز. بالصحة في الحقيقة يوجد 600 خباز. يعني نشوفهم مثلا للصحفة مثلا مشات في العاصمة وقالت العاصمة مغلوقة. هي لا. هي التجار على كل حال مدومين. ما يكونش في البولفار. يعني في الشرع الرئيسي. قادر يكون في إحياة. يعني متضرقة. وين ما يعرفوش. يعني في العاصمة. ما على بالك. إنسان ما يعرف تجاري. سيدالي هل كان في تنسيق هذه السنة بين وزار التجارة وإتيحة العامة تجاري الحرفيين من أجل ضمان هذا المدومة. لأنه في كل مرة كنا نتكلم على هذا الأمر التنسيق وما إلى ذلك مع الشركاء. ولكن في كل مرة نفشله يعني. شوف أنا ما نحبش كلمة المدومة. خطش المدومة فيها الردع. يعني اللي ما يفتحش فيها الردع. والتجارة عندهم حيلة وحزة أخرى. أنا قادر نفتح لك. ونحط لك يعني ابني يعني في المكان. ومعنا نقول لك الخدمة. وما يقبش الخدمة. وما يقبش الخدمة. يعني نتحايل معك. نتألي تردعني. وما عندكش علاقة. أنا نطلب من مفتشين تعالى وزارة التجارة. مثلا أو لشيف دينسبكشون. تكون عندهم علاقة واطيدة مع الخباز. مع أصحاب المواد الغدائية. مع التجار. يعني الردع ما يخدمش البلاد. الردع ما يخدمش المواطن. جميل. جميل. الردع ما يخدمش المواطن. سيد مردع الروج. ما تشوش بأنه اليوم في الجزائر فيه بعض الذهنيات. يعني لي ربما توارتت. هذا يراجع إلى نقص ثقة بين المواطن بين الإدارة. أنه المواطن متخوف في كل مرة على أنه ما يكونش فيه خبز. ما يكونش فيه بنزين. ما يكونش فيه حليب. ما يكونش فيه أمور مثل هذا. وأن المواطن دائما هذه المناسبات الدينية في كل مرة يعيش هذا العيش وكأنه أجواء يعني خلينا نقول لك بين قوسين يعني خلعة يعني يوصل العيد يعني يبدأ للجزائر يبحث عن الخبز يبحث عن الماء يبحث عن الماء إلى ذلك سيد مورد عروج في رأيك لماذا يعني في الجزائر لم نستطع لحد الآن ضمان يعني سيرورة حياة عادية بالنسبة للعياد وبنسبة للمناسبات في كل مرة لما تكون فيه مناسبة رمضان أو عيد أو ما إلى ذلك في كل مرة مثل هكذا نقائص هل شوف أنه راجع إلى ذهنيات الجزائريين أنه الجزائريين فيهم ذهنيات ربما لم يتخلصوا منها أم راجع كذلك إلى نقص الجانب التنظيمي بنسبة للإدارات وبنسبة للوزارات المعنية شوف سيد رشيد خلينا نبسطوها بشأن الشعب الجزائري فهم الموضوع إذا نظرنا اليوم نظر فوقية إلى الجزائر حنلقى بأن الجزائر معطلة الجانب الأمني متكفل به الجيش الشرطة الدرك المصالح الأمن كلهم أدين واجبهم الجانب الخدماتي الخدماتي ما عادة الخدمات الصحية كل شيء معطل النقل ما فيه وغير ذلك إذن الجانب الخدماتي خدمات صحية في مستشفيات ومستوصفات ومفتوعة الجانب الآخر اللي هو مهم بزاف جانب اقتصادي كل شيء معطل إلا شيء واحد الشيء الوحيد اللي ما زال ينتج 24 ساعة على 24 ساعة على 365 يوم على 365 يوم ولا يستفيد من العطلة هي البومبة اللي تبوم بالبيترول اليوم الآبار في الصحراء ريتخرج البيترول والناس اللي واقفين على الآبار رام يشتغلوا إذن خلينا نقولك الاشان بروجيكتيف يعني الانتاج الوحيد اليوم الجزائر تنتيجه واللي ما حدوش حلاقة في الحقيقة بالموظف الجزائري هو البيترول واليوم نشوفه آئل عين تسأل السؤال اليوم يكون هيا المؤسسة التي يشتغل اليوم صناء طرق 그래서 هي المؤسسة التي يشتغل اليوم صناء طرق صناء طرق تمدي تيجسيته للناس السيال تمدي الماء للناس وصناء طرق تجيب البيترول لتبيعه لكي نأكله الجزائيين وندوه الجزائيين إذن كإنتاج المؤسسات الوحيدة التي تنتجه اليوم هي المياه والكهرباء والبيترول الخدمات الوحيدة التي تشتغل اليوم ومؤدية في واجبها وكل الأنظار متجهة إليها كاميرات ومراقبين هي الخدمات الصحية وأسلاك الأمن يؤد واجبهم ودليل ذلك أن الجزائيين شعروا بالأمن والأمان في تنقلاتهم عيد آمن ما عدا هذا الأسلاك الأمن لتوفير الأمن وما عدا الصحة لتوفير الخدمات الصحية وما عدا صناط راك وصناط القاز وشركة المياه كل شيء معطل المنتج البسيط الذي يتوفر القبز معطل المنتج البسيط الذي يوزع العليم معطل صاحب الحافلة اللي كان ربما يضار بش يمدونه حافلة ويدي النقل الجواري معطل إذن اليوم الجزائري دعني نقولك معطل وقعد في بيته وينتظر وقعد بيته ولا يتبقى بشي دياله إشكالية اليوم اللي وقعين فيها هو الشعب هكذا والحكومة حاولت والحكومة حاولت تقوم بأشياء لكنها لم توفق إلى غاية اليوم إذن السؤال الذي نطرحه اليوم ما الذي يجب على الحكومة أن تفعله حتى نعاج هذه القضية ثم ما الأشياء التي يجب أن تتغيث في الشعب الجزائي حتى نخرج من هذه أجمع مورد يعني من غير المعقول مثلا عيد الأضحى لهذه السنة أن العطلة تمتد من الجمعة السبت الأحد ما فيش عمل تقريبا إدارة كلها كانت فرغة الأثنين العيد الثلاثة اليوم عيد كذلك وأربع الخميس حتى الجمعة السبت يعني تقريبا أسبوع كامل عطلة أسبوع كاملة من أجل العيد يعني في بعض الأحيان يعني حتى المواطنين في شبكة التواصل الاجتماعي قال يعني هذه فرحة العيد يعني أسبوع أسبوعين عادي سيد الكريم خلينا نقسمك على قسمين نعم المؤسسات هم قسمين مؤسسات خاصة مواليها وقفين عليها إذن لم يجيش لا نتكلم عن المؤسسات العمومية المؤسسات عملي شي آخر مؤسسات العمومية ما زاله في عقلية المواطن هذه اللي نقولها نعم المواطن الجزائري ما زاله في عقلية يكوفير صعبه غيب وانا كوفيريك كان ثلاثة عسوا في الليل يروحوا فيه زوجة الضار يخلوا وعد يعس وغدوة هو يبونتي في بلاستهم يقول بل يخدمنا فيه ثلاثة مع ذلك فيه تواطئ في الوظيفة العمومية كان تواطئ بين الموضفين المؤسسات الخاصة ما ما أقل لأنه علاش ماليها ووقفين عليها إذن العقلية المؤسسة الخاصة تختلف على عقلية المؤسسة العامة عقلية الموظف داخل المؤسسة الخاصة كذلك تختلف على الموظف على مؤسسة العامة لكن الذي يغيّو هذا الواقع دعنا نقولك بهذا المبساطة هو القانون والتت賞يق القانون حيوم خاصة أو عامة مؤسسة الخاصة أو وانا Jews لم يوقف عليهم سؤال سؤال هل هناك قوانين واضحة ضابطة كي الناس وقفين عليها على أنها تنفذ ثم هل هناك موظف إذا أدى واجبه يكافأ وإذا لم يؤد واجبه واجبه فهو يعمل جميل فضل رسال احنا دي احنا رأنا مسؤولين على مستوى وليت العاصمان ونتكلم ديما مع الصحف أو نديروا بسحل يوم نتكلم الحقيقة أنا عجبتني البارح خرجت على وزير الداخلية والجماعات المحلية وزيرة التضامن وزيرة الحرف والصناعة التقليدية ولي وليت العاصمة رئيس المجلس الشعب الولاد رئيس بلدية أنا قريته سياسين أعطى رسالة رؤساء البلديات لهم يتحملوا المسؤولية أنا مواطن نسكن في البلدية ما أنا ما نعرفش الوزير نعرف رئيس البلدية يعني رئيس البلدية لازم هو اللي يضمن المدومة أو تكون عنده علاقة حميمية مدينة بين التجار نزيد نقول لك له ماشي التجار المخلصين تعال بلاد هذه التجار سولالة اسمع لي ولكن فيه سيدالي بو كروش فيه التهم يعني موجهة وسهام التهم موجهة مباشرة تجاري قولك تجارهم لما يضمنوش المدومة وأن التجارهم الذين يأخذون كل هذه العطلة يعني لماذا العيد تقريبا يومين أمس واليوم ولكن التجار يمددون على عطلتهم تقريبا لمدة أسبوع تقريبا أسبوع بعد العيد أو أسبوع قبل العيد شوف أنا نطلب من سيد رئيس الحكومة الوزير الأول باش يبدل يبدل السياسة فيما يخص التجارة الداخلية لأن التجارة الداخلية رهي كارثة وما تنجم تراقبها أني وزارة التجارة ولي راقبها الإنسان أسمح لي لماذا لم تراقب؟ لأن أنا باش تدير لي مدير تجارة ولا تنحيني مدير تجارة هذا خطأ يعني هم عندنا مدير تجارة جديد عنده 14 في العاصمة يعني ما نجمش اللومو خطشكين الأعوان هم الكارثة يعني هم اللي لهم يقتلوا بالقرارات بالقرارات الغلق يعني للتجار لماذا ليست تجارة ملكارثة لماذا ليست تجارة ملكارثة يقطعوا التموين على المواطن وتشوف العاصمة فرغة بدون تجار ترح تسقسي تقولوا على أغلقت يقول لك أنا جاني قرار غلق وشكو المسؤول دوك أنا نطلب رئيس الحكومة يعني نقوله بالليل التجارة على مستوى العاصمة ما كان سوق مليح ما كان بطور مليح ما كان سوق جواري مليح يعني ما كان التجارة قع فوضاوية ستعلي لماذا وصلنا لهذا الدرجة لماذا لهذا الإشكال يعني تقريبا في العاصمة من ناحية التجارة ولا شيء منظم يعني أنا والله العظيم أنا التوجور يعني كل يوم نتحمل مسؤولية لمنتخبين لأن المنتخب في بلد أنا هو السلطان هو اللي يعرفه يجوز رئيس البلدية لا ما يجوز رئيس البلدية هي مسألة تنظيم السوق يعني يمشي للمحلات يعني يتكلم مع التجار يدير لهم مثلا جمعية للتجار ويحسسهم باللي هاو جاي عيد واللي هاو جاي موسم جمي لازم المولون المواطن أنا نعطيك نعطيك فكرة نحن أي نقوله مثلا من على سمالات تكون كارثة طبيعية أو حرب التجار يبقوا راكدين يخي التجار نصهم قتلهم الإرهاب وقاوا يخدمون في السنين الجمر يعني كيفش اليوم ما يخدموش ثاني يخدمو رههم قايمين دونك احنا لازم إعادة ناظر في التجارة الداخلية لأن التجارة الداخلية ما هيش ملاح خليني نتوقف ونشكر وزير تجارة اسمح لي نشكر سيد وزير تجارة يعني في رمضان أحبط للتاجر والعام هذا ما نجيبش أحبط في دوروف كذا بس علاه ما حبطوش ديركتور سونترون تعوزار التجارة علاه ما حبطوش علاه ما تكلموش مع المواطن ويطمنوا المواطن بلل خيار وحكاين وكل شكاين جميل ولكن في كل مرة يعني يبقى المسؤول المعني على هذا الأمور يعني مسؤول بطريقة أو بأخر يعني وزير تجارة إذا كان الموزراء أو المدراء المركزيين لم ينزلوا إلى الميتين وزير تجارة هو لقاء أعباء موراه كثيرة جميل مشاكل كثيرة ما على بلك الوزارة أو التجارة ما تنجيبش تبدلها بوزير تجارة لازم تبدلها من العروك تاحها لازم ترقدها من العروك تاحها خطش المراقبة يرقبوا الأعوان الرقبة هم اللي رهم يديروا في المشاكل هذول اللي رهم يسروا الآن جميل خليني نتوقف عندها هذه النقطة فيما يتعلق بدعوتك تكافل الاجتماعي اللي موجود بين الجزائيين لابد أن يرتقي لمستوى آخر اليوم فيه تكافل لأننا نصلوا وقع كيف كيف فيه تكافل قال نعيده واللي ما عيدش نعاونه نشغلوا كبش واللي ما يشينوا كبش من دون الحم فيه تكافل كذلك أننا واحد مريض نجعوا به لازم يكون تكافل الآن من نوع آخر حتى تقتقي الجزائي لأن القانون واحده ما يكفيش فيه وجود التواطئ أنا قلت لك ثلاثة عساسين في اللي يتفهموا وcciones لنعس إذا كان تواطئ بين المواطفين إذا كان تواطئ بين المواطنين يه COME vakana لا بوليسي ولا شرطة ولا معزانون لا تقدرش تعس لازم يكون تكافل بين الجزائيين كما تكافلنا في الصراط وتكافلنا في العيد وتكافلنا في رمضان نتكافل في احترام القانون نتكافل في النظافة فيه تكافل منه أو آخر تكافل الاقتصادي إذا اليوم الجزائيين دخلت في قناعتهم أنه واجب وطني واجب وطني واجب ديني واجب أخلاقي حتى الإمام لازم يقولها فلمان بضع يوم من عيد كان يفترض أن خطبة العيد الإمام يقول للمصلين يا جماعة واجبكم واجبكم الديني والأخلاق والاقتصادي توجاه الناس أنكم تفتحوا المخابس وتفتحوا المقائي لابد أن نرتقي ما هو مناس هذا الكائب؟ نحن الجزائيين معرفين معنا أحنان لكنك فيش أحنان يجب أن نجعله وعيه كذلك يجب أن نرتقي أحنانا دينا إلى المستوى العقلي دينا ونقول لي ونفرضوا على بعضنا احترام القانون ونفرضوا على بعضنا لأنه لماذا؟ يجب أن تكافؤ الآخرين من الناس في العالم وصلوا له هو التكافؤ الاقتصادي اليوم التكافؤ الاجتماعي في احترام القانون إذا اليوم لم نتعاون ناش في كشف السرق لم نتعاون ناش في واحد فاسد في الحقيقة أننا نحاصروه أننا نشكيو به أننا ننصحوه أننا نشكو عند والديه شعطة واحدة ما تكفيش إذن لابد على الشعب الجزائي أن يرتقي من التكافل تلحنانا اللي هو تمد حاجة من عندك العزمة الملك وتمدها الفقير جزيلا والحمد لله موجودة فيهم لابد أن نرتقي أننا جميعا نحافظ على القانون جميعا نحقق النظافة جميعا نحقق الوقب نحقق الانتقال للاقتصاد اليوم إذا لم نرتقي كشعب كمجتمع كمواطنين بيحوظون بيحوظون حكومة واعية وحكومة دير القوانين وحكومة تحاس عليها لكني بدأت نقابلها كذلك شعب الواعي شعبه مو نساجب مو نساجب موشي نبكي ومعنا نغلق المخبزة ديالي ونخلل الناس قاعدهم تقبز جميل لا يجوز مرد فيما يتعلق بوجود الحكومة دور المواطن في هذا الأمر وهو دور مهم جدا تقريبا لما يكون مواطن واعي ومواطن مدرك ربما دوره في المجتمع تقريبا يحل 70-80% المشاكل يبقى دور السلطات المعنية في التنظيم وما إلى ذلك خليني نتوقف عند دور الحكومة دور المسؤولين تقريبا هنا في العاصمة الوزير الأول يتجول في العاصمة اليوم الوزير التجارة يتجول في العاصمة وكل المسؤولين في العاصمة يشاهدوا هذه المشاهد هذه الأمور ما يحدث اليوم تقريبا اليوم يوم الثاني ربما يمتد هذا الأمر إلى نهاية الأسبوع نهاية هذا الأسبوع سيد موارد عروج في كل مرة نتكلمه على هذا الأمر تقريبا فيما يتعلق به المحلات والتجارة ووسائل النقل ولكن فشلنا في تنظيم هذا الأمر سيد علي بكروج تكلم على أمر مهم جدا ويقول بأنه تقريبا كل الأمور في فوضى اليوم التجارة فوضى النقل فوضى الصحة فوضى نعم فوضى يعني المدير الفلاحة بالحق يكون في رمضان يعني يعيط الفلاحين يمولون المواطن بالخضر والفوكه الفلاح ما يخدمش في رمضان يعني الفلاح كما يمونش السوق الجملة الآن التجارة الباسيط ماذاще يجيب الخضر والفوكه شوف هناك مدير الفلاحة لولايات الجزائرية يتحمل المسؤولية شوف هناك شوف هناك هناك نقرة نوعية على مستوى الشعب وعلى مستوى الحكومة شوف هناك بعض الوزرع حق نجاحات الوزير الغازي تلت ساعات يتحار parenting مع المواطنين هذه نقلة نوعية وزير الداخلية الباحية الجول وزير الاولية تضرب هذو مجموعة من الوزرع من الطاقة من الحكم الكبير بدأوا نقلة نوعية نوعية بدأوا يتقربوا مع المواطنين ويحتكوا بالمواطنين ل prawda من الذي يعتقده المواطن من الذي يره المواطن هذه نقلة نوعية بعض الوزرع كذلك نقل العيان في بعض الموضعاء هذا البعض من الكل موجود هذا كذلك على مستوى الشعب الشعب ليس كله غير متكافل الشعب كله متكافل في المجال الحنانة والبكة والتعاون والكباش وغمضان والحقيبة المدرسية الشعب كله متضامن لكن ليس كله متضامن في النظافة انت تشوف حي الناس تعال حي هذا بعدما داروا العيادة عام في غياب طبع طوال مطلوبة الحكومة انها السنة الجاية توفر اماكن خاصة وليدبحوا الجزائرين كماش تعمل في غياب هذه الاماكن الخاصة المواطنين في الاحياء الشعبية كان احياء شعبية لما المواطنين انتهوا منها عميلة التضحية جابوا البياد وجابوا الماء وجابوا ونقاوا اليوم هناك شعب شعب مواطنين اصبحوا نموذج ايجابي هناك بعض الوزراء بعض المسؤولين بعض مننا وبعض مننا اصبحوا كذلك نموذج ايجابي لابد انه بعض الوزراء يقولوا كل الوزراء وبعض المسؤولين يقولوا كل المسؤولين وبعض المواطنين يقولوا كل المواطنين يصلون الى مستوى راقي من التكافل نصل به الى التكافل الاقتصادي ومجال مضاء وغير ذلك فيما يتعلق بتجار سيد سيد علي بكروش كلمة اخيرة هل توقع بانه يكون فيه حيوية وتكون فيه حيات غدا او بعد غد او انه توقع بانه سيستمر هذا الجفاء في وهد الغياب في العاصمة الى نهاية الاسبوح لك في الحال انا كلمي واحد وانا اراج الميدان وانحقق يعني في الميدان شخصي مع عضاء في عجالة يعني يعني العاصمة تبدأ مشلولة مدتها عشر ايام يعني ما كانش الريستوران ما كانش الخباز ما كانش وهذا لازم نشوفوا فيه على البلد كل العمال يدخلوا العمال صحيح ما يلقاش من وين رح يفطر في العاصمة تبقى ازمة يعني ونا من هذا المنبر يعني نقول للتجار والخبازين والحرافيين اصحاب الصلعاء يعني باش يكون عندهم واجب وطني ويفتحوا يعني ملغدوة يعني يضحي بروحه ويبينا رحوا قدام العالم خطش العالم اذا شاف البلاد بتاعنا مشلولة ساعة تاع الأسبوع يعني باللي احنا تجار ما ناش في المستوى لازم كما تروحوا مثلا تقضوا ملاشين وتقضوا مسبانيا لازم تشوفوا ذيك الحيوية تشوفوا الحيوية هذيك ديرونا الحيوية وديرونا شوية وجهلنا وخدموا ان شاء الله من غدوان شاء الله ابدووا في العمل تحكم باش لما اتحاد تجار بيكم يكون قوي شكرا جزيلا سيد علي بكروش ممثل عن تحاد تجار الحرفين الجزائريين شكرا وصولك سيد مارد عروش رئيس حزب جزائر رفا مشاهدين الكرام بهذا نكون قد وصلنا الى نهاية حصة تعين وحدث نقشنا اليوم الأجواء يعني الأجواء المشلولة تقريبا لشوارع الحياء والعاصمة مشلولة اليوم تقريبا على كل القطاعات نتمنى كما قال سيد علي بكروش ان تكون من اليوم او من الغد فساعدا على الاقل تعود الحياة الى العاصمة من اجل يعني الدفع بحياة ومن اجل تسهيل حياة المواطن ولا نصبح ولا نرجع من هذه الأجواء العيدة هي أجواء فرحة وغبطة وليست أجواء تعاسة متابعة طيبا بربشي خلت النهار ألقاكم وغدا إن شاء الله السلام عليكم